تفاصيل حالة التقس من يوم الجمعة حتى يوم الأحد شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري والصعيد أهلا بكم أدعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك من موقع المصر اليوم وتحديدا يوم الجمعة الموافق 30 إبريل 2021 التفاصيل أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بداية من يوم الجمعة عن تقس شديد الحرارة نتيجة إلى موجة حارة تستمر لمدة أسبوع كامل وتصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية على جنوب البلاد وتستمر حالة التقس في مصر بين شديد الحرارة على معظم الأنحاء وخار على شمال البلاد وتواصل درجات الحرارة الارتفاع خلال تقس يوم الجمعة عن تقس الخميس مع استمرار نشاط الرياح أما عن حالة التقس يوم الجمعة فهي كالتالي تشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن حالة التقس يوم الجمعة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة خلال الساعات النهارة عن حالات التقس يوم الخميس ويكون التقس الشديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والجنوب البلاد بينما يكون حر على السواحل الشمالية فقط وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون حالة التقس غدا خلال ساعات الليل معتدل على جميع انحاء جمهورية مصر العربية ويستمر نشاط الرياح خلال حالة التقس اليوم على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء خلال تقس الغد الجمعة أما عن توقعات حالة التقس يوم السبت فهي كالتالي يستمر التقس الشديد الحرارة يوم السبت على معظم أنحاء جمهورية مصر العربية خلال ساعات النهار في الوجه البحري والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ويكون الجو حر على السواحل الشمالية فقط تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون تقس يوم السبت معتدل خلال ساعات الليل على كافة أنحاء الجمهورية وتشير توقعات هيئة الأرصاد عن حالة التقس يوم السبت إلى وجود نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية والوجه البحري وجنوب البلاد وجنوب سيناء أما عن توقعات حالة التقس يوم الأحد القادم فهي كالتالي تستمر موجة التقس شديد الحرارة حتى يوم الأحد ضمن الإسبوع الذي أعلنته هيئة الأرصاد الجوية على معظم جمهورية مصر العربية خلال النهار في جنوب البلاد وجنوب سيناء بينما يكون حر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وتشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا ولكن يزل التقس حار وشديد الحرارة وتتوقع الأرصاد الجوية أن تصبح حالة التقس يوم الأحد معتد الليلا على جميع أنحاء الجمهورية وتتنبأ هيئة الأرصاد الجوية بوجود نشاط رياح على شمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة وأخيرا بيان بدرجات الحرارة من يوم الجمعة حتى الأحد المتوقعة على البلاد من القاهرة الكبرى والوجه البحري يوم الجمعة سبعة وثلاثين وعشرين سبعة وثلاثين على السواحل الشمالية عشرين تلاتة وثلاثين السواحل الشمالية الشرقية عشرين واحد وثلاثين جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أربعة وعشرين سبعة وثلاثين درجة الحرارة في شمال الصعيد تلاتة وعشرين تسعة وثلاثين درجة الحرارة على جنوب الصعيد سبعة وعشرين واحد واربعين يوم السبت القاهرة الكبرى واحد وعشرين ستة وثلاثين السواحل الشمالية الغربية واحد وعشرين اتنين وثلاثين السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تلاتين عشرين تلاتين جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر أربعة وعشرين سبعة وثلاثين درجة الحرارة في شمال الصعيد تلاتة وثلاثين تلاتة وعشرين تمانية وثلاثين وأخيرا درجة الحرارة على جنوب الصعيد تسعة وعشرين اتنين واربعين بتمنى لو عجبكم الفيديو تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ولا تنسى دعم المقطع بلايك